السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في نونا هاند ميت يعب تكونوا بخير ان شاء الله الفيديو النهاردة من مشغولات الكروشي هننفذ الوردة البسيطة والسهلة دي دي بغرزة البف اللي هي الوردة المنتفخة مشهورة جدا ومعروفة على اليوتيوب بالغرزة المنتفخة استخداماتها كتير جدا نقدر نكون منها نستخدمها في تزيين اشياء كتير وممكن نركبها مع بعضها ونعمل منها مثلا سكارف لها استخدامات كتير وطريقتها سهلة قوي ونتجتها حلوة ومضمونة يلا بينا نشوف هنعملها ازاي اه دي بواقي خيوط طبعا عندي اللي هو الخيط الهيمالية واشتغلنا به قبل كده هنبتدي مع بعض هو طبعا قلنا انه متوسط السمك هنشتغل بابرة مقاس رقم اربعة الامونيوم اول حاجة هنعمل عقدة البداية وممكن تشتغليها بالدايرة السحرية براحتك هنبتدي بعقدة البداية بالشكل ده هعمل خمس غرز سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنقفل الحلقة بتاعتي دي بالغرزة المنزلقة في اول غرزة سلسلة بدأتها بالشكل ده هتكون لدايرة او حلقة كده صغيرة هبتدي ارتفع سلسلة وداخل الدايرة دي هعمل عشر غرز حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اخر واحد وهاجي على اول غرزة حشو انا عملتها اهي لو بتطلق بطي تقدر تحدديها بالعلامات الغرز او الماركر ده اهي وهسحب وهعمل منزلقة وهبتدي اشد الخيط الزيادة اللي تحت ده وهنسويه طبعا او هندخله ما بين الغرز في الاخر عشان يقفل لي الدايرة بتاعتي هرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهاخد لفة على الابرة ودي اول غرزة معايا هدخل في نفس المكان وهسحب ومش هكمل للاخر اللي هي غرزة العمود هعمل كده خمس مرات هدماء مرة ودي التانية تلاتة اربعة خمس يبقى انا سحبت العمود خمس مرات من غير من هي كمان مرة ولكن في الحشو رقم اتنين اهو هاخد لفة وهدخل في الحشو اللي جنبيها هده واحد اتنين تلاتة اربعة ما بكملش العمود خمسة كده بقى عندي عشر غرز عمود غير مكتملين تمام هسحب لاخد لفة وهطلع من اللفات دي كلها بشويش كده وبالراحة لغاية ما اوصل للاخر وهطلع منهم كلهم وبعدين هاخد سلسلة عليهم اهي وبعدين تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وفي نفس المكان اللي انا نهيت عنده هدخل وهعمل ونزلق بالشكل كده ودي اول اول واحدة من البتلات بتاعت غرزة البف اول واحدة من دول انا هعمل خمسة كمان مرة كل اتنين حشو هيكونولي بتلة باخد كل اتنين مع بعض هرتفع المرة دي تلات سلاسل اهو واحد اتنين تلاتة وبعدين هاخد لفة على الابرة وهتنقل للحشو اللي بعد كده واحد مش بكمل للاخر اتنين تلاتة اربعة خمس خمس اعمدة غير مكتملين طيب الحشو اللي بعديها هدخل فيها بنفس الشكل اهي واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة خمس وبنفس الطريقة هاخد لفة واسحب العمود كله مع بعض اهي بالراحة خالص وبعدين هقفل عليهم كده بسلسلة ودي تبقى البتلة التانية هرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهاجي في الحشو اللي انا انتهت عندها الحشو اللي انا انتهت عندها في نفس المكان وهعمل منزلقة بالشكل ده اه شايفين دي رقم اتنين البتلة رقم اتنين زي ما قلت كل جردتين حشو بيكونوا لي بتلة دلوقتي هتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهتنقل للحشو اللي بعدها وهعمل عمود مش هقفله عمود كمان اتنين تلاتة اربعة خمسة هدخل في الحشو اللي بعدها وهعمل خمسة تانيين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام وهسحبهم بقى لعشرة دول مع بعض بالشكل ده وبعدين هقفل عليهم كده بسلسلة هرتفع ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة ومكان ما انا انتهيت في الغرز الحشو وهنزل ادخل فيها وهعمل منزلقة تمام بالشكل ده دي تالت بتلة معايا في الاخر طبعا هنشد الخيط ده عشان نضيق الحلقة اللي في النص ونقفله خالص باقي عندي بتلتين باربع غرز حشو كل غرزين حشو هيعملولي بتلة هعملهم وهرجع لكم وفقى كده عملت الخمس بتلات بتوع الوردة بتاعتي تقدري بقى تضفلها مثلا خرزة او زرار في الجزء اللي هو في النص ده براحتك او تسيبيها كده برضو براحتك ما فيش اي مشكلة هنبتدي بقى نقفلها هنا بمنزلقة كده نفس المكان ونسحب الخيط خلاص وبابرة التنظيف هندخل الخيط دي كلها نخفيها ما بين الغرز بالشكل ده بالشكل ده كده في الجزء اللي هو ناحية الظهر وده شكل الغرز شكل الوردة بتاعتنا اهي ده الدهر ده الوش بتاعها اهو سهلة جدا وواضحة مشكركم جدا بس انسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا مفتاح الجرس بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة